الموضوع عم تقاف زوجهم اللاعبية على التناول المواد المخدرة ويقافهم بعد مش تناول هو شدوا عندهم مواد مخدرة حسب آخر الأخبار تقريبا في اللحظات هذي بش يتم الفراج عليهم زوزبع متعدى وقدام وكيل الجمهورية يبدو أنه سلكة الأمور الذاكرة هذي الأخبار اللي عانا لكن معانتها ما لا يش نسميهم اللاعبية الناس كل نسميتهم حتى على الفيسبوك ويعبت الكل اللاعفوهم زيل بش نسميهم لكن معانتها نقعد نستقرب كيفاش لاعب بالقيمة هذيك يحط روحوا بالدرجة خيقولوها في المحط كما هيك شوف سليم سمعتنا نهارين وصلت عنا أخلاق في تونس صغير عادي مميش تعدى بفترة خائبة رياضية الناس كل وقفت معه اللاعب هذي نحكيو عليه متعدى بفترة إنسانية والناس كل تتعدى منها وحكيت إنو تيجي خبير البرنامج ما عناش لاعب يطلع ليكيب سينايرو ميستهلكش هذيك انت لا 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 ما نقولوش هكا الناس ناس بولومور لا الناس بولومور قيقيا اسمعني عاد يش بيك بتعمل بلا خاتت قول ما عناش لاعب الكل اللي خلاب ديتهم يستهلك لايه ما قلوش هكا يتفذ خليني نكمل هذيكم الله يلا كيف معانيش 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 لاعبين يطلعوا صغار ويتعرفوا ويعملوا الاسم وما يخرجوش على الخط كالك سواء يقعد مع المعنى بالأمر كالك سواء يصهر كالك سواء يشدثني لأخرى لازم هذو ما تسير لكن فما اللي يحصل وفما اللي ساتروا ربي احنا لازمنا نتعلموا من نسترقوش الاحديث ناس ما عندي نهارين او الساعة كانت حلي فيسبوك يمكن تهبل نخموا شوي في العائلات يا رسول الله نخموا في بوه نخموا في خالته في هذا جور هذا ولا غيره واي عبد معروف جيهم احنا نخموا في الناس ديريكتو ماو ناخذوا اي سيدي كان قدو يخرج القضاء وهي عند القضاء ويبرر يقول السيد هذا ختيه مثلا نراه صارت هكا وهكا ولا يقول مثلا السيد هذا عمل يستحق بشي بشي تعاق نسبره شوي صحيح لو كادروا ما نقص في تونس صحيح أنا ولدي 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 نبدأ نكلم فيه نقول له عايش ولدي كي تبدأ تقرأ في صحابك وفي اليسي راهوا الانترباراتيزة الرجولية والرجلة حتى صاحبك يمدلك ساك ما تاخذهيش تنجي ما راي تكون فيه حكاية راك تنجي ما راي تكون فيه حكاية راك تنجي ما راي زع ما ما تحبش تنبزور انا بعد انا ترسيلين نتمرمد فيه جوربتك وراهوا اللي يتشد راهم بعد تتفرز معنتا معنتا اتصور انا قدوة تصير علي مثلا عسني ولا انت ولا تقول والله يا ولدي فلان تشد مو عندك حق تقول ولدي فلان تشد باي مايوينش حبي تقول والد الفريقي الافريقي مدرسة كبيرة احنا ما سميناش حتى جميعا ما حبيش نسميه وستيدي علي انت سميه طو الزوز حالات الزوز حالات لولا اذا يزمونك مع اول حاجة كما اقول التأثير هاني حاجة يلزم يتربى بايش يكون عبرة للعبين الكل شو انا نعرف شو انا طوو من نستبقش لكن بسلوب بسلوب حضاري بسلوب حضاري انا نعرف الموضوع بدي تيليك شو ربي شو روح اخوين بارو اتكلم تولي انو الرجل لا بشي روح احنا ما ما اصيبون شو راجل في راجل في ادل قضاءة طو وفي محنة لكن تون بعض يخرش الحكاية معنتها ساعات واحد بيت مو يحصل 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 اما بش تقول صغر صغر علشانو نحكي تأثير وتحكي على نادي كبير ونودي كل اكبار وفي العالم يدي موجود انا نديم هاي نسيحة اللعبي يهديكم براكي تولي معروف براكي لازم تولي تعرفش تاكل تعرفش تلبس وين تمشي تارش كون تخاف سانة وين تمشي حتى المشي للعائلات مش اي وعد خطر كل واحد ووضح ذاك ووضح ذاك ووضح ذاك ووضح ذاك خنجيبوا بحضايا براكي لازم تولي تأث علي ذاك ضريبة الشهرة لازم تأث على روحك في كل الخطوة ووضح ذاك وصد فكرة ذاك ذاك نقوله عرضة اكثر حاجات كما هكا وحتى مفمش دي ما فهمها مغرعيات ليهم كيفش تعاملوا معهم كملاعبية والله يسؤال به برشا يا اسلام لا لا بحق ميسيرش حتى للملعبية اللي يسقع فينا صغار اخي طلعنا كما كنت نحكي مع ذاكر وكورت معتا صغير في الملعب التونسي وعملت كما قالت كارابا وبدأت في الفلوس وفي العمرها ذاكي نحكي على 20 ساعة لتفلق بلار في مية عملتوا بلار في مية عملتوا عملت بلار في مية وعملناهم الكل تبقى بركة برشا حاجة بركة نسيحة الملعبية وان شاء الله رب يفرج عليه اليوم نعرفه قضية ترى عام وناس الكل بشتحامي علي كيبتها وفما في رق زيدة وفما ملعبية في فرق استهرك وفما عبتها اليوم مش كنا نادية ذاك وحنا ذاك كل غالط واليوم ربي يفضلوا قيص صعيد اليوم قاعد يعمل في حملة كبيرة ماذا بيك اليوم هذا قيص صعيد؟ بأسير ما وكل مرة نجدوا نحكيوا ع القانون ونحكيوا على كل شي ع الحملة الذوم اللي قاعدت ضر في الملعبية المخدرات بلغة أخرى اللي قاعدتها صايرة حملة كبيرة اليوم على المروجين بتاع المخدرات مماش هذا اليوم نسيحتي الملعبية اليوم صحيح اليوم طلعت فماش ملايب يحبك اليوذر أو بنيت فما قاوي فزدت نحكي نحكينا من المخدرات فما بلايس أنا نعرفها فما قاوي شيرة لهنين لهنين فما ملعبية تتلم أو الشيش أو كذا وكذا واللي هي غالط أنا نقول للملعبية ذو ما تنقل جيتني الفورة سرينين وعشرين سنيرة فما عباد رومي يزينوا بيكم في الطاولة يا فهموها يا ملعبية وصارت ليك فما عمر يا ذكر لازمك ترقد المليح يا أخوي قامل خمسة ستة سنين ومبعد قامل حتى كما قولوا هل هي مش هجوش عم بزرقة فما عباد رومي يزينوا بينا في الطاولة يا عباد ربي رأو خود واتيح بيك الكورة ما عاشي تلفت لك حد ما أنا بالنسبة للملعبية ذو ما إن شاء الله منكبروش نفوس خاطر اليوم موهبة تفل عنها ذي اللي نحكيو عليه موهبة حتى انجينيرال للنس الكل ما نخسرهوش حتى نظاله ولا مش مظلوم إن شاء الله هو إفيقي وإفيقي ناره فقط في حسني ما تكمل الكلام مش نناسق مع حسني ونسايبله كل حسني اخوي شفت الفيسبوك مخيبه ولا شفت محلاك اللي ماجي بتاع مرياح تضرب نادي الفريقي هبتو طاليه معنة البارح يوسو عباد تكتب نادي رياضي بالمرنقية معنة انت عباد ياسر خايبة ولايت وتخمم شوية خمم في العائلات شوية خمم في البو في اللم وفي الخوش ننساو الكورة ونتفكر إن هي حالة إنسانية حسني فاق ناخد تعليق ما عندك عريصة شكال هذي يتعلق بمثلة مهمة جدا ومحور مهم جدا موجود حتى موجود في الملعبية في الأوروبا ونحن ما نحن ما زال ما سلت هي لجسيون دو كاريير متاع الجوار شوف الملعب في سن معين خاصة نكده جون شوية معه يبرز معه يتقلق يطلق به الإعلامي يولي حديث مواقع التواصل الاجتماعي يولي عنده وكذا لهنا يلزم تظهر قوة التأثير أولا ساعة قبل التأثير هو اللي ملعب في مخه نعمل في الكورة علاش مش نكون مستقبلي ونكون روحي ونولي إنسان صالح في المجتمع هذي أنا ربما نكون مستثمر بفروس الكورة نقدم حاجة لبلادي المنتخبة متاعي الاشكال وثانيا يجي التأثير وهناي متاع العائلة ومتاع الأصدقاء اللي هما يجب كون بهين الاشكال وين في تونس نحنا اللي لاحظناه على عديد النماذج اللي صارت السلام أنه الملعب ساعة النمط العيش متاعه ومهوش متاع ملعب كورة قدم بصراح موش معقول ملعب يك اللي يجي ويصهر ويعيش في حيات مهوش متاع ملعب كورة قدم لأنه أنت أنت رسمي المتاعك ووضعيتك وحالتك البدنية والصحية صحية لهناي ملعبية متاعنا بصراحة ناقسين برشاة الثاقة الخلط اللي هي أهم سبب المشاكل هذي وأصدقاء السوء اللي بنعرف في الشتيحوا معهم اللعبية ذوما ويدخلوهم إلى يعني فيمشوا له نفق ومتاهات كبيرة يعني كصحة ممكن دعالم حسني رامو مش تواسها برشا يولتي الخلطة اللي في تونس للملعبية خايبة برشا خايبة رامو كي ما قلت لك رامو يزينوا بهم في الطاولة ويعشتهم اللح هذات هذوم أنا أرقي معاشت كور يا فرحو يبعدك عليهم كور عم المستقب لهناي يلزم هو الملعبي قوي في موخو شنو حب نعمل بالكورة هذي هراه المشوار الكورة ويا إسلام ستة سبعة ثمانية سنوات وين تهي الأمر وبالتالي يزمك أنتي كملاعبي تكون تفكر أنك في ستة سبعة ثمانية هذومة تستغل المكسيموم حتى على المستوى المادي بشكون ناشط في ستة سبعة ثمانية هذومة مليح وتعمل ربي يزيد كثروة بهي وبيش تعيش عيشة موريحة وتكون يعني إجزامبل خاصة عليش تقول نشكلوين الثاني توا على مستوى صورة اللاعب لا راول ملاعبية هذومة متاعنا بالنسبة للجمهور الرياضي خاصة لجان انتي خدوة الزغار زيدا فما صغار اليوم في تونس مغلومين بيك يحطوا تصورها مرة في البيوت المتاع عمدك مسئولية يعني إذا كان هو يسمع الشاب هذيه التونسي اللي عمره 14-15 سنين اللي ملاعب هذيه اللي يدول متاعه المثال أعلى متاعه فيلعب في التهرجة ولا دفريقيا ولا في السفاقس ولا في الاتوال يعمل هكا صحيح هنا تنهار الصورة ويولي هو مثال خيب وبالتالي يرى ومهم جدا الملاعبية في تونس وخاصة يزمخه